السلام عليكم مرحبا بكم في التمريل الرقم السعود من سلسلة تمارين درس نظامات معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين تمارين يقول حول باستعمال طريقة التأليف الخطية الانظامات الآتية بسبب طريقة التأليف الخطية نحاول نتخلص من أحد المجهولين إما X أو Y بجامع أو بطرح طرفي المعادلتين إذن هنا نأخذ المجهول X وفي المعادلة الثانية ثلاثة X في Y وعندنا نتخلص من X ثم يتجعل حول X أسهل إذا ثلاثة X ثلاثة إيكس إذا إذا جمعنا طرفي المعادلتين فلا يمكننا إذن هكذا من المجهول X إذن ندير طرح طرفي المعادلتين لأنه يكون لدينا ثلاثة إيكس ناخذ ثلاثة إيكس وإذا أحضر فقط X إذن ما سنجعله هنا؟ ونطرح طرفي المعادلتين طرفاً بطرف إذن الطرف الأول يعني دي المعادلة الأولى اللي هو 3X زائد Y ناقص طرف الأول دي المعادلة الثانية اللي هو 3X زائد جوش Y يساوي الطرف الأول دي المعادلة الأولى ناقص الطرف الثاني دي المعادلة الثانية إذن هنا غمسطو نتبهو الإشارات دوك أقواص مسبوقة بعلامة ناقص يعني الحدود غير لها الإشارة إذن 3X زائد Y إذن عدنا ناقص إذن غتولي ناقص 3X وهنا عدنا زائد جوش Y مع الناقص أتولي ناقص جوش Y تساوي إثنان ناقص 5 هي ناقص 3 إذن 3X ناقص 3X تساوي 0 إذا نضربه في ناقص واحد أي تساوي العدد ثلاثة إذن هنا القناة المجهول Y وبالتالي كنت نعود في أي معادلة إما الأولى أو الثانية باش نلقى المجهول الثاني إذن نعود Y بتلاتة في المعادلة الأولى نحص على مادة إذن 3X زائد Y إذن Y بمنا هي ثلاثة تساوي إثنان إذن نضربه ثلاثة الطرف الثانية إذن 3X تساوي جوش ناقص ثلاثة أي ثلاثة X تساوي جوش ناقص ثلاثة هي ناقص واحد أي أن X تساوي ناقص واحد على ثلاثة وبالتالي الزوج الزوج ماذا؟ الزوج X أي ناقص واحد على ثلاثة 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 هو حل هذه النظمة إذن دائما نحاول نتأكدوا من الجواب إذن باش نتأكدوا بأن هذا الزوج راح حل النظمة يمكن لي أن نعود الحلول يعني نعود X أو Y بالقيم ديالهم في المعادلة الأولى وفي المعادلة التالية وخص المعادلتين تكون محققتين إذن نددوا الحالة الموالية لنحو الأنديد ما إذن عدنا نأجو X زائد ربعة Y تساوي ثلاثة وثلاثة X زائد ربعة Y تساوي ناقص ستة إذن إذا خدينا مثلا X تلقى المعامل هنا واحد وهنا ثلاثة وهنا أربعة Y وهنا أربعة إذن سنتخلصه من المجهول Y بنفس الطريقة إذا قدرنا الجمعة لا يمكن أن يتخلص من Y إذن كندير فرق طرفي المعادلتين أو طرح طرفي المعادلتين إذن نطرح طرفي المعادلتين طرفاً بطرف نحصل على ماذا؟ إذن عدنا X زائد ربعة Y إذن طرف الأول للمعادلة الأولى ناقص طرف الأول للمعادلة الثانية يعني ثلاثة X زائد ربعة Y تساوي إذن ثلاثة ناقص طرف الثاني اللي هو ناقصت إذن نتابعوا الإشارات إذن ثلاثة ناقص بين أخوصين ناقصت إذن نحيد الأقواص إذن عدنا X زائد ربعة Y إذن ناقص إن الإشارات دي الحدود اللي كانين داخل الأقواص ستغير إذن ثلاثة X هترجع ناقص ثلاثة X زائد ربعة Y هترجع ناقص ربعة Y ثلاثة ناقص ناقص هي ثلاثة زائد تسة أي تساوي تسعة إذن عدنا ربعة Y ناقص ربعة Y سافر X ناقص ثلاثة X هي ناقص جوج X تساوي تسعة إذن أي إذن عدنا ناقص جوج مضروبة في X إذن نقص على ناقص جوج أي تسعة على اثنان إذن ناقص على أثنان إذن ناقص على المعادلة الاولى إذن ناقص على المعادلة الاولى في اذا دائما نحاول نعوضه في المعادلة اللي كيكون المعامل يلحد اللي غد نعوضه كيكون واحد. اذا في المعادلة الاولى. يعني نشتقل عليه شوية الحساب. اذا عدنا اكس قطي نعوضها بناقص سعود للجوج زائد ربعة ايجريك. اذا احنا كنعوضه في المعادلة الاولى. اذا اكس قطي نعوضها بناقص سعود للجوج زائد ربعة ايجريك تساوي ثلاثة. غد يحسبوه. اذا عدنا اربعة ايجريك. نقص سعود للجوج غنديها الطرف الثاني. غد رجع ثلاثة زائد سعود على الجوج. اذا مدام عدنا الجوج هنا. يعني نقص يكون هنا الجوج. اذا ثلاثة رهيس سعود للجوج. اذا اي. اربعة ايجريك تساوي ماذا? اذا ست زائد السعودية خمستاش. على جوج. اي ايجريك تساوي خمستاش على جوج مضربة في المقلوب ديال. ديال ربعة اللي هو واحدة على اربعة. اذا ايجريك تساوي خمستاش على تمانية. اذا الزوج اذا القناع ايجريك والقناع ايكس. القناع ايكس اللي كتساوي نقص سعود للجوج. اذا الزوج ايكس اللي هي نقص سعود للجوج. خمستاش على تمانية. حل لهذه الندمة.